اشتركوا في القناة لأنه كان خايف على مصر والحمد لله منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة كلنا شايفين حجم الانشاءات وحجم التطور وحجم البنية التحتية والتحديثات اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية على المستوى الداخلي وايضا في الملفات الخارجية ازاي قدرت مصر تستعيد مكانتها وهيبتها في المنطقة وفي العالم كله ان شاء الله بإذن الله مصر قادمة ان شاء الله بإذن الله مصر بشعبها بالحكومة بسيارة الرئيس بإذن الله كلنا هنكون على قلب رجل واحد من أجل مصلحة هذا الوطن كل سنة وكل الشعب المصر بخير كل سنة وحكومتنا بخير كل سنة ورئيس جمهورية مصر العربية بخير ان شاء الله والفترة القادمة كلنا بإذن الله هنكمل المسيرة النكحة اللي بدأها سيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة ومعا مكملين ان شاء الله للفترات القادمة طيب حلقة النهاردة بالتأكيد عندنا تفاصيل وبنكمل في نفس الملفات اللي فتحناها مبارح وتكلمنا فيها وبشكر بالطبع كل السادة المشاهدين وحجم التفاعل على المعلومات والتفاصيل اللي شرحناها مبارح في ظل حالة البلبلة اللي موجودة عبر السوشيال ميديا ومن خلال وسائل الإعلام في حدث وفي مباراة لسه قدامنا ما يقرب من حوالي 17-18 يوم وهو نهائي دور أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزاري تشيفز طبعا احنا عندنا مشوار محل الفترة اللي جاية لكن بما أننا في برنامج تريند على شاشة قناة الأهلي ودايما في الملفات الخارجية والملف الإفريقي مهتمين بمشوار الأهلي في البطولات الإفريقية فكان عندنا حرص كبير جدا مبارح إن احنا نكون عندنا إلساب في العديد من المعلومات ونلقي الدوق على شوية تفاصيل في ظل حالة البلبلة عشان الجمهور جمهور النادي الأهلي في كل مكان يكون عارف إيه الجديد خلال الفترة اللي جاية والحمد لله ردود الفعل اللي هو نسبة المشاهدة على المعلومات اللي قلناها مبارح كانت الحمد لله طيبة جدا والنهاردة هنكمل وهنقول تفاصيل جديدة وبإذن الله ابتداء من بكرة بقى نبدأ نركز في البطولة المحلية خاصة إننا لسا عندنا أربع مباراة مؤجلة قبل موعد النهاية الإفريقي يوم 17-7 على مركب محمد الخامس في كذا بلانك طيب نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم ونبدأ نسخن بقى المباراة الأهلي والبيرامدز في الدوري العام كل الجمهور يدخلوا يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا توقعاتكم للتشكيل اللي هيخد بيه الأهلي مباراة بيرامدز في الدوري العام شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات وكل واحد بقى يقول وجهة نظره في التشكيل هل ممكن يكون فيروتيشن هل نفس التشكيل المباراة الأخيرة عمام الترجي التونسي في دورة أبطال إفريقيا أنا عارف جمهور الأهلي دايما بيكون حريص على فكرة توقعات التشكيل ومين يبدأ في المباراة الكبيرة زي مباراة بيرامدز لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوية في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بيرامدز كمان في ترند الأهلي معسكر مغلق للأهلي الليلة وفي الترند العالمي عقد ميسي ينتهي مع برشلونة اليوم طيب حلقة فيها تفاصيل وفيها مجموعة من الأخبار المهمة بالنسبة للمرحلة القادمة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفاقرة ترند ترند ونشوف الجديد عندنا النهاردة إيه؟ في ترند ترند لكل السادة المشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند 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 دايماً أنتم متعودين من خلال هذه الفقرة تسمعوا كل الجديد وأنا مضطر دايماً بتكلم على الجديد بخصوص دور أبطال إفريقيا ومباراة النهاية بين الأهلي وقاذر الشيفز لنتيجة أن اللي بيتقال في وسائل الإعلام يومياً وكل ساعة وكل دقيقة في جديد سواء في مصر وحتى الزملاء الإعلامين والصحفين في المغرب بقى ياخدوا كمان الكلام اللي بيتكتب في مصر ويشتغلوا عليه وبيطلعوا كمان معلومات جديدة فبقت في حالة بلبلة عند الجمهور وأنا شايف أن ده مش في صلاح النادي الأهلي مش في صلاح فريق كرة القدم في النادي الأهلي لسه عندنا أربع مباراة محلية ولسه عندنا بطولة إفريقية المباراة لسه بعد 17-18 يوم لكن بنتطر أن احنا نرد على بعض التساعدات والصفصارات عشان الجمهور برضو لما بيروح للبلبلة دي بتعمل دوشة شوية عبر السوشيال ميديا أنا مباراة حتكلمت على فكرة المباراة جماعة في المغرب وما فيش أي قرار ولا فيه أي اتجاه لنقل البطولة من المغرب وفريق آزاري تشيفزا هيسافر من جنوب إفريقيا لروح المغرب بدون أي مشاكل وفكرة أن اللي حصل في شهر فبراير الماضي لما اتمنع فرق جنوب إفريقيا أن تروح المغرب بسبب الإجراءات الصحية ده كان موضوع في وقتها وانتهى بعد قرارات في اجتماع حصل ما بين مندوبي أنديد جنوب إفريقيا ووجود ابتحاد جنوب إفريقيا مع مسؤولي المسابقات ومساعد الأمين العام أنتوني بافو مع كمان مسؤولي الأندية المغربية واتفقوا خلاص الأندية جنوب إفريقيا أي مباراة يوم في المغرب هيسافروا فالفكرة دي يا جماعة بلاش نتكلم فيها خالص المباراة في المغرب والبطولة في المغرب على ألق لغاية اللحظة دي لغاية اللحظة دي فريق هزارة شيفزة هيسافر وفرقته كاملة والعقود اللي انتهت 36 النهاردة بيتجدب لها وهتكمل الحالات الكورونا اللي موجودة خلال أسبوع بالكتير هيكون فيه تعافي ويلحقه المباراة فالفرقتين هيكونوا جاهزين وكل الإجراءات بتتم في المغرب إن كانية حضور الجمهور كان فيه اجتماع المفروض أول أمس ما بين وزير الشباب ورياضة مع الجهات المسؤولة في المغرب وتم تأجيل هذا الاجتماع يوم للتنين الجاي وزارة الصحة في المغرب ابتدت ترسل وتتكلم على فكرة أن ينازم يكون فيه نظام البابل والفقاعة الطبية للفرقتين ولمسؤولي تنظيم هذه المباراة موجودين في كذابلانكا وفيه نظام البابل قبل المباراة بـ 72 ساعة فكل الإجراءات التنظيمية في المباراة بتسير كما هي حتى الاجتماع اللي أنا نوهت عنه بالأمس وإحنا شغالين في الحلقة اجتماع الموظفين وإدارة المسابقات كان موجود بارح عشان يبدأوا يحضروا لفكرة سفر الفريقين مقر إقامة كل فريق خدوا بالك يا مباراة واحدة فبالتالي اللي بيتحمل تنظيم هذه المباراة هو الاتحاد الإفريقي بالتنصيق مع الاتحاد المغربي فلازم الفريتين لما يسافروا هيسافروا على حساب الاتحاد الإفريقي العدد اللي هيسافر هيكون قد إيه فندق الإقامة اللي هيوعد فيه الأهل وفريق آزاري تشيفز عدد المقيمين في الأوتيل هيكون عددهم قد إيه أي عدد زي إيه ده عارفين أنتوا فكرة الأمور الجستية والتنظيمية أكيد الكاف لازم يحضرها مع كلا الناديين عشان لما يرسلوهم كل التفاصيل المتعليقة بالتنظيم تكون كل الأمور واضحة كمان حضور الإعلام لهذه المباراة لغاية اللحظة دي لسه الكاف ما فتحش فكرة تسجيل حضور الإعلام للمباراة النهائية عكس الكونفدرالية ليه مستني؟ مستني رد وزارة الصحة في المغرب على حضور الإعلام عشان يبقى في حضور في ظل أن الدور المغربي الإعلام المغربي ما بيحضرش المباراة كل الأمور دي بيتم تنظيمها الفترة الحالية فمش هتلاقوا أي تفاصيل رسمية بتعلن إلا بعد الاتفاق على كل هذه الخطوط العريضة ومن ثم يعني ظهورها في بيان رسمي للإعلام خلال الأيام اللي جاية فبالتالي خلال الفترة الحالية في ظل أن لسه ما فيش معلومة رسمية في اكتهادات كتير بقى والاكتهادات الكتير للأسف أنا يمكن رصدتها وكل الزملاء شايفينها أن هي بتطلع من مواقع رياضية في مصر أو بعض البرامج عبر اليوتيوب أو حتى من خلال بعض البرامج القنوات الفضائية فأنا زي ما قلت لكم الجديد لغاية اللحظة دي سوايا في حضور الجمهور حضور الإعلام المباراة في المغرب 17 سبعة بقى هي اللي لسه فيها الكلام ليه بقى؟ لأن أنت عندك خطاب رسمة بعد من اتحاد الكورة بالفعل للجنة المسابقات والاتحاد الإفريقي بطلب تقديم موعد المباراة وفيه كلام على أنه ممكن لو ما تقدمتش موعد المباراة يوم 14 أو 15 مايو تكون عقب دور التوكيو برضو القرار في الأمر ده مش قراري لاتحاد الإفريقي وحده والأمر مرتبط بالسبونسر بالحقوق التجارية والتسويقية بالرعاة بالاتحاد المغربي ودولة المغرب اللي هتصطدي في المباراة بفريق قايزة ريتشيفز الأمور دي بتاخد وقت على ما يتم التنصيق لها وفيه اجتماعات جارية منذ أمس ولسه النهاردة وخلال الساعات اللي جاء لغاية لما يطلعوا بيء الشكل النهائي في هذا الموضوع طيب الناس برضو من قطر اجتهدها مباراة يتكلموا على فكرة أن المغرب مش هتصطديف وفيه اتجاه أن الكاميرون تصطديف أنا مباراة بصراحة محبتش علع الجزئية دي زي ما علعت على فكرة أن كايزة ريتشيفز مش هيسافر قلت يا جماعة لا الفريق هيسافر بس فكرة نقل البطولة للكاميرون يا جماعة فيه تفاصيل مهمة جدا عشان تنقل المباراة هيئية زي دي من دولة لدولة بتاخد لها وقت وبتاخد لها إجراءات طيب أنا النهاردة قبل ما أبدأ الحلقة موقع يلا قورة يمكن تواصل مع الاتحاد الكاميروني لقورة القدم وفيه تصريح خدوم من الاتحاد الكاميروني وتصريح رسمي بيقولوا فيه لم نتلقى أي خطاب من الاتحاد الافريقي بيفدنا أو بيطلب مننا لصديف نهاية دورة أبطال افريقيا المعلومة اللي عندي كمان بخلاف التصريح اللي موجود قدامك وعلى الشاشة من الزملاء في يلا قورة بعد تواصلهم مع الاتحاد الكاميروني إن الكاف مخطبش الاتحاد الكاميروني لسه في الفاينال وكل الكلام يتقال ده يا جماعة غير دقيق لغاية اللحظة دي المباراة يا جماعة موجودة في المغرب لغاية اللحظة ركلمكم فيها ولو حصل تعديل أعتقد يكون فيه تفاصيل كتير الكاف هيعلنها لكن المباراة في المغرب وزارة الصحة طلبت الفريتين يكونوا موجودين قبل مباراة بثلاث تيام فطالما وزارة الصحة طلبت ده يبقى كل الإجراءات زي ما هي هي الفكرة في تغيير المعاد زي ما أنا قلت لكم خلال الساعات الأخيرة طيب ده بخصوص مكان وموعد نهائي دور أبطال إفريقيا وأتمنى بقى نعفل الملف ده لغاية لما يطلع تصريح رسمي من الجهة المنظمة لقى الاتحاد الإفريقي تقول فيه للناس كل التفاصيل كلامي الكتير ده جماعة ممكن يشتت أزهان الفريق عندنا لأنه عنده مباراة لسه بعد أربع مباراة في الدول فأنتمنى نركز دايما في الهدف اللي احنا عايزينه دلوقتي المباراة المحلية ووقت ما تيجي المباراة الإفريقية الكاف اللي بينظم وهو اللي هيقول في النهاية المباراة فيين مكانها فيين وهو متفى على كل شي مع الاتحاد المغريبي والمباراة يوم 17 سبعة إلى الآن طيب الجزئية التانية وهي متعلقة بقى بتغيير الموعد وتأثيره على المنتخب الأوليمبي اللي بيستعد لدور التوقيو خلال الفترة القادمة يوم 22 سبعة يعني برضو في الجزئية دي أنا خلال اليوم اللي فاته قريت فكرة أن الكابتن شوقي لازم يبعث الأسامي النهاردة 36 والساعة 12 الظهر وأن المنتخب لازم يسافر ويكون في توقيو يوم 17 عشان الفقاعة الطبية وأمور تفاصيل كتيرة جدا وأنا مباراة الحمد لله استعرضت معلومات قلتها من حوالي 90 يوم من 3 شهور على موضوع الفقاعة الطبية وتزامن الموعيد مع بعضها والحمد لله اللي نحن قلنا دلوقتي هو اللي عامل بلبلة وعمل أزمة دلوقتي اللي محدش اتخذ قرار أو خد قرار من 3 شهور عشان يشوف الموضوع ده لما يحصل لكن ما علينا اللي خرج مباراة بالنسبة لنا كان جديد هو تصرحات الأستاذ شريف العريان السكرتير العام لللجنة الأولمبية المصرية وهو بالمناسبة رئيس الاتحاد الخماسي الحديث قال أن الموعد المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة في أولمبيات توكيو يوم 2 سبعة وليس 30 ستة كما أكد الكابتن شوق غريب طب أنا أتمنى يكون في ترجمة للتفاصيل دي يعني اتحاد الكرة كان بيقول 30 ستة واللجنة الأولمبية بتقول لا ده 2 سبعة ما هو لو المعاد مرسل غلط هنا فيها مشكلة ولو الاتحاد الكرة مش عارف المعاد الصح هنا فيها مشكلة أكبر طيب مهندش شريف العريان كمان أضاف وقال جميع الفرق المشاركة في أولمبيات توكيو مطالبة بإرسال قوائم اللاعبين قبل يوم 4 سبعة لكن لفرخ التوقيت من مصر واليابان آخر موعد اللجنة الأولمبية تلتزم بي عشان تبعت الأسامي يوم 2 سبعة طب كانت ليه حالة البلبلة والساعات الأخيرة مبارح وبنتكلم ده بكرة آخر موهلة ولازم نبعد خطاب للكاف ولازم يكون فيه محادثات لما يا جماعة لسه فيه وقت لسه فيه 2 سبعة ولو الكاف رد عليك ممكن يرد عليك قبل يوم الجمعة أو السبت إن شاء الله طيب سكرتير عام اللجنة الأولمبية كمان قال حاجة تانية ودي أهم بقى من فكرة معادة 2 سبعة والا 4 سبعة والا 30 ستة قال ما فيش أزمة في انضمام لعيب الأهلي للمنتخم الأولمبي عقب الانتهاء من المشاركة في نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 17 سبعة وقال إن ما فيش فقاعة طبية في أولمبيات توكيو بالنسبة لي جديدة مش جديدة التصريح لا المعلومة في حد ذاتها جديدة لأن الكلام اللي جاي لنا من اتحاد الكورة خلال الشهر اللي فات كله إن لازم الفرقة تكون موجودة يوم 17 عشان تلتزم بالإجراءات الفقاعة الطبية قبل المباراة الأولى ب4-5 أيام يا جماعة ما فيه فقاعة ولا ما فيش فقاعة 36 ولا 27 أولي ما فيش وضوخ مع الإعلام الرياضي في مصر في فكرة التفاصيل المتعلقة بموعيد إرسال قوائم بموعيد الفقاعة الطبية ما هي اللوايح موجودة وعندنا وبنشوفها كلنا وبنقراها لكن في النهاية لما بيقى فيه مصدر أو تصريح رسمي من مدير فني أو رئيس التحاد أو رئيس لجنة أولمبية وإحنا بنعتبره زي اللايحة لأن الرجل المسؤول ده قاري اللوايح وعنده كل الإيميلات والخطابات الرسمية فبنتعامل معها لأنه مصدر ثقة فبناخد منه المعلومة 36 بقى أنه شهر بنقولها يطلع عن برح سكتير اللاجنة لما بيقى لك لا ده 2-7 قالوا فقاعة طبية مهند شريف العيناء قال لك لا ما فيش فقاعة طبية هو فيه شرط إن أي حد هيسافر قبل انطلاق المباريات لازم يخضع لتلت مساحات طبية خلال التلت أيام قبل المباراة الأولى وبالتالي لو التلت مساحات سلبية المباراة الرسمية هي فيما معناها حجر صحي في أول 3 أيام بمعنى أضاق يعني لكن ما فيش فقاعة طبية طب ليه الأزمة يعني فين الأزمة وفي ظل ده فكرة إن اتحاد القرى يطلب إن الفاينال يتلعب بعد دور التوقي لو الكلام ده صح أنا بالنسبة لي ده طلب غريب يعني ممكن آه مقبول قبل يوم 17 16 15 14 ده مقبول لمصلحة منتخبنا بالتأكيد لكن بعد دور التوقي طب مش ممكن التأجيل ده يضر الأهلي ممكن التأجيل ده يكون فيه ضرر على الأهلي في مسألة القوائم الفترة الجاية ده احنا خلاص بنخلص في الدور وبنشوف قوائم المسلم الجديد ليه ترحل وموارش زي ده مش عايزين نعمل زي اللي حصل السنة اللي فاتت يعني الأخوة في المرأة لما أجلوا كتير السنة اللي فاتت كانوا ظروف استثنائية عندهم ليه علاقة بالكورونا لكن الأمر في يدنا والأهلي جاهز وحاضر أنا من مصلحة ألعب الفاينال دلوقتي مش بعد شهر تمانية فهنشوف الفترة الجاية إيه اللي هيحصل فيه هذا الموضوع وإن شاء الله كابتين شوقي يختار القيمة اللي هتمثل مصر بشكل جيد بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية طيب قال لتصريح المهندس شريف عليان قال اتنين سبعة ده آخر موعد طيب نقطة تانية مهمة وبرضو ليه علاقة بالمصداقية اللي احنا بنتكلم فيها وأتمنى أتمنى يا جماعة والله يكون المهندس أحمد مجايد سمان عشان يرد علينا لان احنا بقى انا اكتر من حوالي اسبوعين بنسأل السؤال ده ومحدش بيرد النهاردة تلاتين ستة وبقى تلاتين ستة بجد يعني النهاردة تلاتين ستة ده آخر معاد عشان ترسل فيه أسامي الأندية على السيستيم الخاص بالاتحاد الإفريقية عشان مشاركة الأندية المصرية للبطولات الإفريقية الموسم القاضي ويوم الثلاثة اللي فات انا عرضت على مدار يومين شروط المشاركة للموسم الجديد في إفريقيا وليحة المسابقات المنظمة لشروط الدوري من خلال اتحاد القرى بالنسبة لمشاركة الأندية المصرية إذا جمعات تلاتين ستة ولسه ما خلصتش الدوري شرحنا كل ده الإسبوع اللي فات وعرفنا من مصادرنا الحمد لله وحتى المونة سحمد مجاد طلع أكد اللي احنا قلناه إن الليبيا طلبت استثنى المغرب طلبت استثنى والجزائر طلبت استثنى والاستثناءات دي تم الموافقة عليها بحد أقصى تلاتين سبعة فكان السؤال اللي بنطرحه من الأسبوع الماضي ليه اتحاد القرى المصر ما يطلبش استثنى لغاية تلاتين سبعة في ظل إنك لو عايز ترسل أسامي أندية المصر الماضي قلنا هنا في حاجتين أصبر لما تشوف بيرامدز ها يعمل إيه في الكونفيدرالية يمكن يوصل فينال ويفوز بالبطولة فبالتالي أنت تبقى مضطر ترسل اسمه كده كده لأنه بطل الكونفيدرالية لكن بيرامدز خرج من السيميفاينال فبالتالي أول نقطة هي نقدر نحطها على جنب النقطة التانية قلنا لو هترسل أسامي نفسها أندية المصر الماضي انت هنا على الورق بتلغي الدوري لأن فكرة أنك ترسل أسامي المصر الماضي في شروط المشاركة اللي بيقولها لكيف أنك تبعت الأسامي دي في حلعة واحدة لو أنت لغيت الدوري طيب لمش هترسل الأسامي وهتستنى طب النهاردة آخر يوم هل هتطلب استثنى لتلاتين سبعة ولا لأ طب الجديد الاتحاد الكاميروني من خلال رئيس الاتحاد الكاميروني وهو بالمناسبة النائب الرابع للرئيس الاتحاد الإفريقي مبارح بعت رسمي للاتحاد الإفريقي طالب استثنى للدوري الكاميروني لغاية 8 أغسطس تمت الموافقة على طلب الاتحاد الكاميروني قدامنا على الشاشة ده خبر من موقع في الجول رايح في نفس السكة اللي بنيكلم فيها سألوا مصدر في الكاف أنا كنت أتمنى زي ما نبسأل برضو يكون مصدر في التحاد الكرة هو اللي يرد مصدر في الكاف قال مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية للمشاركة في المسابقات الإفريقية وقال لو مصر هتطلب مد الفترة لازم يكون النهاردة في موعد باكر عشان ما يكونش الوقت تأخر على ما يبعت الاتحاد الإفريقي الرد بيه الاستثنى ففيه استثنى الأندية أو الاتحادات العربية لتلاتين سبعة وفيه استثنى للكاميرون لغاية 8 أغسطس الناس تقولي تاب للكاميرون 8 8 ليه بصوا جماعة الكاميرون عنده مشكلة في الدوري ولسه هيستأنى في الفترة الجاية ففيه تأخير كبير شوية فهيترحل لغاية 8 8 بس بالمناسبة 8 8 ده آخر معاد ليه آخر معاد؟ لأن الأدوار التمهيدية الأرعة هتتعامل بعد دور التوقي مباشرة يعني نتكلم في الفترة من 8 إلى 15 8 ده التوقيت اللي هيتعمل فيه أرعة الأدوار التمهيدية فأقصى معاد 8 8 أنت لو بعدت استثنى مش هيترفض هيتوافق عليه ومش محتاج تفاصيل واتصالات وخطبات هي ورقة بسيطة بتتبعت عبر الإيميل الوضع عندي كذا بسبب ظروف الكورونا الدولي لسه ينتهي 26 8 بطلب استثنى زي الكاميرو لغاية 8 8 هيتوافق على الطلب بتاعك ليه لغاية 8 8 هيتوافق لك؟ أو هيبقى فيه موافق على الطلب الفكرة إنك بتدم ساحل الأندية لغاية 8 8 عشان تعرف الترتيب لأن الترتيب ده في النهاية هيكون هو المعيار في رسال أسماء الأندية حتى لو الدوري مخلص واللايحة بتاعتك بتقول ده وفيه معيار لده معيار الجدارة الرياضية أو معيار الترتيب الحالي فأتمنى يكون فيه طلب للاستثنى أو لو مش هتستثني أولى أنا مش هربق على الطلب بالاستثنى بس قلنا على أي أساس ولا أي معيار بعدت أسامي أنديت الموسم الماضي أو من الأسامي اللي هتبعتها للمسابقات الإفريقية في الفترة اللي جاي دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بفقرة تريند التريند أعتقد جاوبنا على استفسارات وأسئلة كتير وطرحنا كذا سؤال على كذا موضوع في الفترة الحالية أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الجديد في استعدادات الأهلي لمباراة بيراميز خاصة النهاردة هي ليلة المباراة والدخول في معسقر مغلق أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد محتاجين في هذه الفقرة نتطمن أكتر على استعدادات الأهلي فرصة بقى نتكلم عن فرقة الكورة عندنا ونتطمن على الاستعدادات أبرز اللاعبين الجاهزين للفترة اللي جاي عندنا يا جماعة بصوا زي ما بيقولوا كده إيه مع معاعة مباراة محلية أربع مباراة في حوالي 11 يوم يعني أقل من 3 أيام في كل مباراة فبالتالي نذهب مباشرة إلى ملعب مختار تيتش بي الجزيرة مع الزميل العزيزة كريم أحمد ده مراسل قناة الأهلي عشان نشوف آخر استعدادات الأهلي لمباراة بيرامتز النهاردة ليلة المباراة دخوله في معسقر مغلق إزاي الفريق بيحضر للمباراة الكبيرة دي وإزاي كمان هيقدر الفريق يفصل ما بين المشوار الإفريقي مع المشوار المحلي سعيا لصدارة الدوري بعد فارق النقاط وعرض المباراة المؤجلة مع نادي الزمالك مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك طبعا زميل العزيزة محمد سعيد كل التحية لك ولكل جمهور النادي الأهلي فرصة طيبة بقى أتطمن منك على فرية الكورة وفرصة أتكلم معاك على فرية الكورة أنا دايما بغصب عني بروح لسكة المباراة الإفريقية بسبب البلبلة الموجودة عبر السوشيال ميديا لكن طمن على فرية الكورة وازاي بتستعد المباراة بيرامتز إن شاء الله يا كريم وهل التدريبات مغلقة في هذه الفترة حرصا على التحضير بشكل جيد لمباراة بيرامتز ولا لا الحقيقة طبعا زميل محمد في البداية طبعا نتمنى بقى العودة الحميدة لفريق النادي الأهلي مباراة بطولة للدور العام يمكن أنت ذكرت مباريات عديدة وتلاحهم كبير جدا بقى الفترة اللي جاية لفريق النادي الأهلي لكن أكيد كل دا كان في الحسبان لبيتسو موسيماني المدير الفني الجهاز الفني العبت للنادي الأهلي لأن الحقيقة الفترة اللي فاتت شغله كله كان للبطولة الأفريقية والحقيقة يمكن أعطى نشوط كبير جدا محمد زي ما انت عارف وصلنا للمباراة النهائية بجهد كبير وبتحضير أكبر كمان للجهاز الفني بقى العادة بيتسو موسيماني الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا الفترة اللي فاتت مع فريق النادي الأهلي عندنا أكتر من بطولة بنركز ودوافع جديدة على طول بشكل مستمر الرجل على طول بيتكلم على أهمية المرحلة وأهمية الفترة المباراة بتنتهي بنركز في اللي بعدية يا قادر ولكن محمد خلاص من يعني عقب العودة مباشرة أو عقب الفوز الأخير على نادي التراجي تم غلق الملف الأفريقي تماما لكل لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني والتركيز الأكبر والأكثر فيه مباراة بطولة الدوري العام عندنا مباراة مهمة جدا غدا أمام بيراميز فريق مميز جدا هزمته في بطولة الكنفدرالية يمكن أكيد هتبقى لها دوافع تغيير المدير الفني الخاص ببيراميز هي بقى لي دوافع مع فريق بيراميز بجانب الدوافع اللي احنا عارفنا كلنا وجمهور النادي الأهلي عارفها لكن الحقيقة محمد عايزة طمينك على اللعيبة وعلى الجهاز الفني الحالة المعنوية حالة التركيز الكبيرة اللي شايفانها مع لعيبة النادي الأهلي تدريب مغلق يعني نقدر نقول ده قرار جيد ومميز جدا من الجهاز الفني يكون فيه تدريب مغلق لفريق النادي الأهلي ليه فرض مزيد من التركيز وانتعرف محمد كمان يعني تدريب الأمس وتدريب اليوم بيبقى فيه جمل تكتيكية كبيرة جدا وانقاط بيحاول بيتسو مسماني يكون تركيزها فقط مع لعيبة النادي الأهلي فنقدر نقول النهاردة بيتسو مسماني أنهى المحاضرة الفنية الخاصة طبعا بكل مباراة وقبل المباراة 24 ساعة الراجل بيأكد على طول والحظر الكبير جدا ويمكن أكد على التركيز الكبير في مباراة البراميز عندهم دوافع كبيرة فرقة جيدة جدا على المستوى الفردي عندهم عناصر مميزة لكن لابد نكون إحنا الأجرى والأقوى والأسرع ويكون الأغلبية لنا يمكن ده الحديث اللي كلم بيتسو مسماني مع فريق النادي الأهلي دوافع لابد يكون مجددة بشكل كبير جدا والشخصية الروح كل الأمور دي الحقيقة الراجل مميز فيها وكمال لعبتنا محمد مساعدة الجهاز الفني بشكل كبير زي ما بنشيد ببيتسو مسماني لابد نشيد بالعيبة النادي الأهلي مع الظروف والضغط بنشوف لعيبة بتلعب في أماكن غير أماكنها أكرم توفيق الحقيقة يمكن شوفناها الفتر اللي فاتت أداء ومميز جدا محمد شريف كل لعيبة أفشل اللي راجع من إصابة ويمكن نشتغل عنافسه بشكل كبير فاللعيبة عرف أهمية المرحلة وعرف أهمية المباراة وعرف أهمية بقى السبع مباراة المباراة الموجلي لفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام إن احنا لازم يكون كل مباراة مباراة كؤوس ونقدر إن احنا نحصل على التلات نقاط فارب إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة الغد مراب برمز انطلاقة جديدة الفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام يسعى من خلالها إن شاء الله الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام عندنا أكتر كمان من لعبة محمد يعني فتر اللي فاتت كان فيه لعيبة عندها إجهاد عمر الصلاية يعني بيعلن جهازيته إن شاء الله بإذن الله يكون مشارك في التدريب الجماعي النهاردة يمكن عمر الصلاية قام بدور كبير جدا الفتر اللي فاتت مع كل نجوم النادي الأهلي محمد هاني الوحيد ممكن اللي شفته بيجري دلوقتي حوالين ملعب جري خفيف جدا يعني مش عايز أقول طبعا محمد يكون في القايمة أو خارج القايمة إلا لما نتأكد بشكل كبير لكن واضح إن محمد بيجري حوالين ملعب لوحده خالص مع طبعا أخصاء يقال تأهيل فيارب بس إن شاء الله بإذن الله يكون تدريب خفيف لي ويشارك حتى في جزء بسيط لأنه شارك في التدريبات الجماعية اتفاضي يا محمد في لقطة أنا شفتها دلوقتي قداما على الشاشة بيتسو موسيماني هو داخل لملعب التيتشو بيستعد للمران قابل مجموعة من الأطفال والشباب كانوا بيتكلموا معاه اللقطة دي انت رصدتها يعني الكلام كان إيه وأنا عارف بيتسو من النوع اللي هو بيحب دايما المرح والهزار وحتى بيلتقط صور تسكرية مع عدد من أعضاء النادي والأطفال والشباب اللي موجودين في النادي الآلي هو الحقيقة يا محمد طبعا يعني بيتسو موسيماني روحوا حلوة جدا الحقيقة يعني بيتشوفوا بيتعامل مع الأعضاء النادي ومكل الأطفال الحقيقة والأطفال تحديدا بيروحوا كبيرة جدا لأنه عنده عدد كبير من الأطفال وعارف الطفل ما بيبقى جاي عايز تصور مع مدير فني حتى بيقلق الكمامة مع الأطفال عشان يبقى الشكل العام كويس كلام ويمكن هما بيكلمون طبعا بيشيدوا بيقى على طول ويمكن بيهنوا الحقيقة ممكن رجل يعني الفنيات أمور طبعا مش هنختلف عليها لكن الجانب الإنساني ده مهم جدا بيبقى ليه مردود كبيرة محمد سواء أعضاء النادي بيكون حاسة بقيمة المدير الفني اللي عارف قيمة أن النادي الأهلي بيقدر يتعامل بشكل إياه جدا وأيضا كمان الأطفال كالعادة طبعا وحبهم لبيتسو مسماني الحقيقة لفترة اللي فاتت اسمه ممكن ماشي بشكل جيد جدا للمسماني وبيقدي أداء مماس جدا فالروح والحماس الكبير اللي بنشوف الملعب والحب اللي بنشوفه مع أعضاء النادي الأهلي تحديدا والجمهور ده يعني أمر أكيد يحسب لبيتسو مسماني على تعامله الرائع والمماز جدا مع كل اللي بيقابلهم أي حد بيقابله الحقيقة بيتعامل بها بشكل جيد جدا ودي أمر مهم جدا لأن النادي الأهلي قيمته كبيرة وعضو النادي الأهلي كمان قيمته كبيرة جدا محمد يا رب إن شاء الله بإذن الله بكرة بس يمكن لعبتنا يكون على قدر المسؤولية كالعادة تركيزنا يكون قوي ويقدر بيتسو مسماني يحضر بشكل جيد كتحضيراته الجيدة خلال الفترة زميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من ملعب التاتش بجزيرة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من ملعب التاتش ومن مقر الأهلي بجزيرة واستعدادات مباراة بيراميدز بكرة المباراة إن شاء الله هتكون على أستاذ الأهلي والسلام إن شاء الله الاستعدادات تجارية لأستاذ بكرة كما هي العادة هيكون في أبها صورته أرضية ملعب على أعلى مستوى وكأنك موجود في الدور الإنجليزي المدرجات مش ناقصها بس غير حضور الجمهور إن شاء الله بإذن الله يكون الجمهور قريب في أستاذ الأهلي والسلام زي ما انتوا شايفين الصورة رائعة رائعة في أستاذ الأهلي والسلام عايز أقو على حاجة بالمناسبة وكويس جدا اللقطات اللي جات لي دي من أستاذ الأهلي والسلام الفترة الأخيرة كان في تصنيف لعدد الملعب الإفريقية في الفترة الأخيرة في تصنيف رابع تالت تاني أول ملعب الأهلي والسلام مصنف تصنيف أول من أفضل ملاعب القرأة الإفريقية زيه زي استاذ القاهرة الدولي زي ملعب سوكر سيتي البنك الوطني في جوانسبرج زي ملعب محمد الخامس في كذابلنجا الملعب الكبيرة العظيمة اللي في العواصم الإفريقية ملعب الأهلي والسلام رغم حداثة العهد لكن من الملعب المصنفة تصنيف أول يصدف مباريات للمنتخب تصفيات إفريقيا تصفيات كاسعالم مباريات الأهلي في دورة أبطال إفريقيا حتى لو المباراة النهائية يعني لو فكرنا في مرة نقدم مصر تصطدف الفاينل وقدامنا استاد الأهلي والسلام استاد الأهلي والسلام هيكون جاهز لصدافة فاينل دورة أبطال إفريقيا كاسي الكونفدرالية لأن كل المعايير اللي بيشتريتها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي موجودة في ملعبنا استاد الأهلي والسلام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نشوف تريندي الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا اتكلموا وقالوا ايه على الاهلي خلال الساعات الاخيرة اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ مع بعض الترند الاهلي واول حاجة معنا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا تعديلات في تشكيل الاهلي امام بيرومتز في الدوري المسلمان بيعتمد على الرباعي معلول ايمان اشرف بادر بنون اقرم توفيه في الخط الخلفي وسط الملبع يكون حمد فتحي ديانج وممكن يكون فيه راحة لعمر السلية لكن خط الامامي افشا صلاح محسن طاهر محمد طاهر مع محمد شريف ده التشكيل المتوقع من خلال حساب الرسمي للأهرام وهنشوف الرتيشان بقى ممكن بيتسو مسيماني يعتمد عليه الفترة الجاية في ظل ضغط مباريات بيرومتز اسموح المقاولين المقصة اربع مباريات في حداشر يوم طيب نروح للصفحة الرسمية لليوم السابع خمسة اهلوية يبحثون عن نظرة رضا من مسماني في هوجة مباريات الدوري العنوان دمه خفيف بصراحة فكرة نظرة رضا عشان ما كنوش بيلعبه ما بياخدوش مطشاط بمساحة زي التشكيلة الاساسية في هوجة مباريات الدوري عشان ضغط مطشاط كتير الفترة الجاية هما يصدوا بالخمسة قهربة بواليا مروان محسن ناصر ماهر محمود متولي هنشوف في الفترة الجاية بيتسو ازاي هيحضر للمطشاط دي وانا عند ثقة وكل الاهلوية عندهم ثقة في ان بيتسو مسماني بيشتغل كويس جدا للمباريات الكبيرة والتحضير للمباريات القادمة كمان معانا من الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي بيتكلموا على تاكيس جنياس المدير الفني الجديد لبيراميد لعب امام الاهلي قبل كده ثلاث مرات لما كان بيقود وادي دجلة لكن في الثلاث مباريات خسر الثلاث مباريات ويساعتها الاهل حسامهم جميعا وسجل فيها ست اهداف بينما فريق دجلة مع تاكيس جنياس المدير باليوناني احرزوا هدف واحد هي المباريات بي فيها اصارة لكن في النهاية الاهل بيعرف يكسب تاكيس جنياس في الفترة الاخيرة طيب نروح كمان للبعض وده هنا بقى الحساب الرسمي للاتحاد الافريكي كاف بيتكلموا على اللحظات الحاسمة لبعض اللاعبين حسين الشحات تخصص اهداف رائعة في نصف النهاية الوداد عشرين عشرين هدف كان عالمي والترجي عشرين واحد وعشرين هدف لا يقل عن امكانيات الهدف اللي احرزوا في الوداد تمرير افشا في مطشي الترجي تمرير ديانج في مباراة الوداد لكن حسين الشحات من اللاعب المميزة ومحتاج تعامل نفسي مهم جدا والجمهور يصبر عليه لان حسين عنده الكتير محتاج يقدمه الفترة اللي جاي لسه كمان ما الحساب الرسمي للكاف على تويتر بيتكلمه على محمد الشناوي لحظات مصيرة وتصديات مزهلة افضل تصديات نصف نهاية دور ابطال افريقيا هذا الموسم كانت مع محمد الشناوي عام الموسم ولا اروع مع النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي اكتر مباراة كلينشيت متقلق جدا في عدد من المباراة كان مباراة حسيمة تصديات الشناوي سهمت في احراز الاهلي لنقاط وتأهله في دور المجموعات بعد كده سيمي فاينال مع التراجي كوارتر فاينال مع سانداونز وان شاء الله هيكون حاضر بقوة وفي موعد نهاية افريقيا امام كايزر ايتشيفز طيب اخر حاجة معايا الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا خمى بليت الابرز تم اللاعبين يورطون كايزر ايتشيفز في ازمة قبل مباراة الاهلي طيب عشان نقفل الملف ده جماعة من دلوقتي اهو النهاردة تلاتين ستة والخبر يقصد ان النهاردة اخر موعد للعقود تم اللاعبين هم عشر لعبين بالمناسبة مش تمانية لكن في اتفاق مع اللاعبين على التجديد لمدة حوالي ستة شهور الفترة اللي جاية واللعاب النادي اصلا مش عايزه ومش هيجددله فما بيش ازمة كايزر ايتشيفز هي لعب الاهلي بالصفوف كاملة بلاش نصدر فكرة ان الفرقة امكانياتها قليلة فرقة كايزر ايتشيفز بنحترمها في شكل قوى جدا فرقة عمل التدايق عظيمة خلال الفترة الاقيرة فرقة عقصة الوداد اللي كان مرشح يكون في الفاينال للنهائي على ارضه فرقة عندها لعيبة لها سبئة المشاركة في الممارات الافريقية ابرزهم خامة بلية كان مع سانداونز في 2016 انا على المستوى الشخصي تحدثت مع فينا مفوسة المتحدث لعلامي القايزر ايتشيفز خلال اليومين اللي فاتوا قال للعيبة كلها هتكون موجودة مفيش ازمة في اي لاعب قايزر ايتشيفز امام النادي الاهلي وهيكون بيسافر في طيارة خاصة وكل الامور جهزة لبطل جنوب افريقيا ده كان المحتوى الموجود من خلال السوشيال ميديا عن تريند الاهلي اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند اعلم بحضراتكم من جديد والفقرة الاخيرة من برنامج التريند وهو متخصصة اوجزة مهم جدا بقصوص مشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البداية توقعاتكم لتشكيل الاهلي امام براملز اول حاجة معايا محمد خريفة فريف بيقول الشناوي معلول ايمن بنون اكرم ديانج السلية اجايق افشا طاهر شريف بيه بمور بيضلع محمد شريف كمان اسلام عيسى بيقول انا شايف ان الشناوي علي معلول ايمن اشرف بدر بنون اكرم توفيق حمد فتح ديانج افشا صلاح محسن طاهر محمد شريف يعني من اينا شايف ودلوقتي الجمهور مش رايح لفكرة الروتيشن هو رايح لفكرة ان نفس اللعبة اللي لعبة مباراة الترجي تكون هي اللي موجودة خلال الفترة اللي جاي عموما يا رب ان شاء الله كل التوفيل الاهلي في مباراة الغد امام بيراملز اكتر نقطة واهم نقطة انا تمنى ان يكون في حاكم موفق في مباراة بكرة وحاكم عنده خبرات كبيرة جدا ما نسمعش عن اسامي حكام كانت موجودة في فترات قليلة الفترة السابقة وكان عنده اخطاء تحكمية في مباراة كثيرة حتى كانت ضمنها مباراة الاهل وغزن المحل مباراة بكرة عايز حاكم كبير حاكم عنده خبرة يدي الاهل حقه الاهل مش عايز غير حقه في مباراة الدور لان الاخطاء التحكمية اصبحت جزء كبير جدا من تصاعد فرق وهبوط فرق بسبب نقاط الدوري او نقاط اللي كانت موجودة في الفترة الاخيرة في مباراة الدوري العام بشكر حضراتكم على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير في حلقات اخرى قادمة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء